بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر برقة تعزية وموسى إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعزيه والصادق موساته لفخامة الرئيس المصري والشعب المصري الشقيقي ولأسر ضحايا الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف حافلة تقل عددا من الأقباط في محافظة ألمينيا بصعيد مصر والذي أسفر عن سقوط عشرات من الضحايا والمصابين سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء والمصابين سرعة الشفاء والعافية كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية تعزيه وموسى مماثلة إلى أخيه مع علي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالجمهورية المصرية الشقيقة أعرب فيها عن خالص تعزيه والصادق موساته في ضحايا هذا المصاب الأليم موسيقى